طيب احنا عندنا واحد من تلمزتك اللي يدرب معاك في نادي امبي وبتروجيت مجد عبدالعاط هايول ايه ونرجع تاني بالنسبة لي اب ومسل وقدوة وحاجة كتير قوي بعيدا عن الجانب الفني وبعيدا عن الشغل هو انا كنت باخد منه افكار وباخد منه باستمد منه حاجة كتير جدا على مستوى الشخصي قبل المستوى الفني كمان الحقيقة فترة الشغل اللي انا اشتغلت مع فيها كلها افادة بالنسبة لي وخبرات الواحد اكتسبها هو كمان يعني على المستوى الشخصي انا بحبه جدا جدا من الشخصيات الواحد يعني سعيد جدا بتعمل معها وكان من حسن حظي ان انا بداية شغلة تبقى مع الكابتن مختار وافضل معاه للتمن تسعة سنين دول شغل فرق معايا كتير جدا في حياتي وهيفرق معايا كمان في الفترات المقبلة على المستوى الفني هو ما كانش بيتوانى في اي لحظة يشوف فيها موقف او اي حاجة يقدر يضفها لي او يستفد منها او تبقى بالنسبة لي موقف اتعلم منه او يضف لي في مستوى الخبرات كل ده كان ما بيأسرش معايا فيه وكان بيعلم لي عليه كمان يعني هو من المواقف اللي انا اليوم كنا انساها لانه علم جدا في حياتي كابتن مختار كان مديني بساحة شغلة كبيرة جدا يعني كان مديني مطلق الحرية في الاختيارات في القرارات فالحقيقة انا الواحد طبعا كان لسه صغير الكلام ده مثلا من ست سنين مثلا الواحد كان لسه صغير شوية فكانت برضو احيانا بيشوف الموضوع خدت راحتي قوي يعني وبتديت اخد قرارات على ان انا يعني صاحب قرار كن مطش كبير كمان كان مطش زمالك وكان موقف صعب جدا فالحقيقة حتى ما كلمنيش يوم المبارا ولا عن نفتني يوم المبارا ولا حكالي على الموقف تاني يوم في التمرين خدني في الجلسة لوحدنا والحقيقة اداني درس والله يبكلم جد درس في الحياة ودرس في الشغل انه نبهني جدا للخطأ اللي انا وقعت فيه وقال لي خلي بالك انا لو ما بحبكش مش هكلمك الموضوع ده انا لو ما بحبكش كنت مشيتك مبارح من المباراة لكن لان انا عارف ان انت مدرب كويس وهتبقى مدرب كويس وانا بحبك فاصبرت عليك وبعلمك من الموقف ده لازم تاخد بالك انت في النهاية مساعد انا صاحب القرار لما تقولي على اي حاجة لازم بتديني المشورة بس لكن غير كده القرار هو الاول في الاخر للموديل الفني فخلي بالك من النقطة دي الموقف ده اللي يمكن انساه لانه علمني حاجات كتير جدا جدا وعلمني اديه كابتر مختار كمان يعني ساعدني في ان انا اكتشف ان الموقف لازم يبقى لازم الموقف اللي يعدي لازم تتعلم منه تعاليك يا على مجدي والله مجدي الناس اللي انا بحبهم جدا ولو يعني لبقى ليك بوردين اهو اه لا مجدي حاجة هايلا وبعدين مجدي انا بتوقع ليه ان شاء الله ان هو يكون من المدربين اللي لهم باع هايل جدا جدا في الفترات اللي جاية دي وهو دوت اللي انا بتوقع فيه اه كمدرب وكشخصية وكانسان حاجة هيلة جدا جدا وانا يعني من الناس اللي انا اسعد ان القادر اسعدني انه هو يشتغل معي ہے شكرا